كل الناس بتتكلم على مباراة السوبر وانسحاب الزمالك من مباراة السوبر لأن اللي أنا شايفه بيدور على الساحة الكروية ورياضية في الإسبوع الأخير هي يمكن أن نطلق عليه وبجدارة بجدارة موسم سقوط الأقنعة والتدليس والزيف أقنعة كتير جداً سقطت عن أصحابها اللي كانوا بيقدموا نفسهم على أنهم رعاء لكلمة الحق والحياد سواء مقدمي برامج أو محللين في قنوات أو لاعبين سابقين أو مسؤولين سابقين أو حاليين إيه اللي أنا بقوله؟ مثلاً لما لاقي أحد اللاعبين السابقين ومسؤول سابق في اتحاد كرة القدم ما عرفش الحقيقة هل هو لأنه عنده موقف شخصي مع لاعب من النادي الأهلي اللي بالمناسبة هو النادي اللي صنع أسماء كثيرة جداً جداً ألاقيه بيحاول أن يقدم وجهة نظر قانونية في برنامج تلفزيوني ويبينها على أنها رؤيته أو بيبنيها يعني على أنها أو بيبني هذه الرؤية القانونية على رؤيته الشخصية فقط للموقف بدون ما يكون حطت في اعتباره كل التفاصيل يعني ما تجيش تقول أن لجنة الاستقناف اسمها لجنة الاستقناف غلطة والعقوبات ما تتوقفش وتحدى وتفتح صدرك والكلام اللي حضراتكو سمعينه بقالكو كام يوم خلي بالك اللي بيتكلم بيقول كده لازم يخلي باله هو بيتكلم ازاي والليحة وأصلا عملناها في 2020 ولا 2019 طيب لو حضرتك مذاكر اللي ويح كويس اللي بيتقال أن هاتعملت مع اللجنة اللي كانت موجودة في اتحاد كرة القدم هتلاقي إيه هتلاقي القاتي كلام اللي أنا بجيبه ده واللي أنا هقوله قادما مش إسلام اللي قيله وأنا بتكلم مع حضراتكم كل حاجة هتطلع أمامكم بمستندات هناك الكلام على فكرة إيقاف العقوبة على كهرباء هل من حق لجنة الاستقناف تعمل ده ولا لا والرأي اللي أنا بقوله ده مش رأي ده قانون أو ليح فبالتالي ده مش رأي إسلام ولا رأي جمهور النادي الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم موسم سقوط الأقنعة والتدليس والتزيف لقاحة لجنة الانضباط الخاصة باتحاد كرة القدم حطها ليا ساميلا سمحت باتحاد كرة القدم المصري في البند 35 الباب الرابع أحكام عامة تسري قوانين ولوايح الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي والقواعد العرفية الخاصة بلعبة كرة القدم ومبادئ العدالة والإنصاف فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة طيب يعني أنا لو ما عنديش نص في اللائحة بتاعتي برجع للايحة الفيفا طيب ده وفقا للايحة لجنة الانضباط مش لايحة إسلام ولا لايحة الأهلي خلاص؟ طيب خلينا نروح للايحة الفيفا نشوف لايحة الفيفا بتقوله بشأن هذا الأمر لو ويح الفيفا الانضباطية في المادة 65 الفقرة التانية بتنص على إيه؟ بتنص على الآدي أنا هقول لكم الترجمة يجوز للرئيس أو نائب الرئيس أو العضو المتواجد حال غيابهم إيقاف تنفيذ العقوبات عند استلامه وطلب مسبب يعني حضرتك طالع بتتكلم غلط ومش عارف أو مش فهم اللايحة بتقول إيه؟ ولا عارف لوايح الاتحاد الدولي بتقول إيه؟ قد تكون اللي بيتكلم ده بيتكلم وحطه قدامه خلاف شخصي ما يصحش ما يصحش أن أنت تحط خلاف شخصي مع لاعب النادي الأهلي أو جمهور خليه أتكلم على جمهور الأهلي جمهور الأهلي شايف أنه هو مظلوم مظلوم حضرتك شايف أنه هو عنده مشكلة أو فيه حاجة غلط اطلع على فكرة ما عنديش مشكلة أن كل الناس تتكلم ولكن اتكلم وإنت بتتكلم وإنت بتتكلم اتكلم زي ما أنا بتتكلم كده هتلوايح وقوانينه على فكرة ما عنديش مشكلة أنه يبقى فيه سجال في هذا الأمر حضرتك تقول وأنا اكتهد وأجيب وأقول وحضرتك تكتهد وتجيب وتقول لغاية لما نصل للحقيقة أنا شخصيا عارف الحقيقة جمهور الأهلي عارف الحقيقة حضرتك وغيرك 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 حضرتك وكل من لا يشجع النادي الأهلي اللي عاملين حاملة وكل شوى حد يكتبوا تويتها لطيفة كده أنا بقى أضحك والله اللي بقى أتفرج يقول لك تاريخ القرار التاريخي في اللي مش عارف إيه القرار الحاجات كده تضحك يعني لكن أنا ماليش علاقة بأي نادي آخر خلينا نتكلم على اللي بيحصل مع نادي الأهلي طيب هل أساسا تشكيل لجنة الانضباط مخالف لللايحة ولا لأ لايحة واضحة لايحة واضحة بتنص على إيه إن اللجان بتكون بالانتخاب أي لجنة في اتحاد كرة القدم بتكون بالانتخاب هاتلي الكلام ده لو سمحت شاباب بعد إذنك وأنا بتكلم كل حاجة تطلع قدامي قدامي مش قدامي قدام الجمهور قدام الجمهور النادي الأهلي لأنه وأنا بتكلم لازم الناس تبقى شايفة طيب أنا دلوقتي حضرتك بتتكلم في هذا الأمر هتهيل يا مدى خمسة وستين اللجان القضائية إسلام اللي بيقول لا لايحة اللي بتقول اللجان القضائية تتكون من لجنة الانضباط والأخلاقيات لجنة الاستئناف التظلمات خلاص؟ ده به ألف دي أنا آسف به تشكل اللجان القضائية على أساس أن يكون أعضاؤها لديهم المعرفة والقدرات والخبرة المتخصصة الضرورية لإنهاء واجباتهم ومهامهم ويكون جميع أعضاء اللجان القضائية مؤهلين لممارسة القانون يخضع جميع أعضاء اللجان القضائية بما في ذلك الرؤساء ونواب الرؤساء لاختبارنا زيها تنفذوا لجنة مراقبة الحسابات وتدقيق قبل انتخابهم أو إعادة انتخابهم قبل إيه؟ قبل انتخابات قبل انتخابهم أو إعادة انتخابهم ما فيش تعيينه تمام بال تكون مادة مدة جميع الأعضاء أربع أعوام ويجوز للجمعية العمومية فقط يجوز للجمعية العمومية فقط إعادة انتخابهم أو إعفاءهم من مهامهم في أي وقت مرة تانية المادة دال تكون مدة جميع الأعضاء أربع أعوام ويجوز للجمعية العمومية فقط مش حد تاني مش إسلام ولا فلان ولا لا جمعية العمومية فقط إعادة انتخابهم أو إعفاءهم من مهامهم في أي وقت طب الرقم هي تنتخب الجمعية العمومية رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان القضائية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة على ألا يكونوا أعضاء لأي جهة أخرى بالاتحاد يستوفى رقم خمسة يستوفى كل من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان القضائية معاين الاستقلالية المنصوص عليها بالمادة خمسة البند به من هذه اللائحة خد بالك من اللجاية في حالة التوقف الدائم لرئيس أو نائب رئيس أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته يعين يعين المجلس يعين المجلس بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية حيث يعين يعين المجلس عضوا جديدا لللجنة القضائية المعنية عن الفترة المتبقية هنا أنا حقف مع حضراتكم عشان أشرح الحتة دي طيب لأنه بقول كده لأنه في واحد من المسؤولين القانونيين في اتحاد كرة القدم خرج في مداخلة تلفزيونية الحقيقة بيقول كلام مش موجود في اللائحة أنا أقرأت لكم اللائحة لمحاولة تبرير الموقف وأن لجنة الانضباط عادي عادي أنها تكون مش منتخبة وأنها بتعين وفق اللائحة وبيستند للمادة 65 طب اللائحة بتقول إيه في المادة 65 هتهالي تاني معلش في حالة التوقف الدائم لرئيس أو نائب رئيس أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته خلاص هنا ما قالش إيه ما قالش اللجنة كلها الرئيس أو نائب رئيس أو عضو اللجنة عن أداء مهمته يعني ما ينفعش اللجنة تستقيل تروح حضرتك معين لجنة كاملة غيرها ده مش في اللائحة دي مخلفة صريحة للليحة رايحة قدام حضرتك هي واضحة مش أنا اللي بقولها على فكر هو لو أي حد تاني هيحط رأسه في رملا يقولك اللي بتاع داخل لا في حالة التوقف الدائم إيه لرئيس أو نائب رئيس أو عضو اللجنة القضائية هو لو عايز يقول اللجنة كلها كان عمل إيه كان قال اللجنة كلها وحطها في اللائحة ولكن اللجنة كلها استقالت واستقالت بسبب حضراتكم كلكوا عارفينه إن هذه اللجنة السابقة تم التجريح فيها والشتيمة فيها فاستقالت اللجنة كمان قال قال اللايحة لم تجبر اتحاد كرة القدم على عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء اللجان القضائية هو قال كده رغم إن المادة هو اللي طلع تكلم يتكلم بهذا الشكل رغم إن المادة 89 من لايحة اتحاد كرة القدم والخاصة بالأحكام الانتقالية تنص على الآدي إسلام اللي بيقول لا اللايحة اللي بتقول هتظهر حضراتكم دلوقتي احنا معلمين عليها يلتزم يلتزم مجلس الإدارة المنتخد بضمان انتخاب أعضاء الهيئات المستقلة من خلال جمعية عمومية غير عادية إذا لزم الأمر هو ليه حضرتك ليه حضرتك كاتحاد كرة لم تدعو إلى جمعية عمومية غير عادية علشان تنتخب لجانك أو اللجنة اللي استقالت هو النص المادة أو اللايحة بيقول كده مش إسلام برضو من خلال جمعية عمومية غير عادية إذا إيه إذا لزم الأمر طب الأمر لازم لو حضرتكوا كنتوا عملتوا كده كاتحاد كرة كنتوا وفرتوا علينا كل اللي بيحصل دلوقتي ووفرتوا علينا أن كل واحد طالع بيتكلم من غير ما يكون آري لوايح أو فاهم لوايح بالمناسبة أنا رجعت المجموعة كبيرة من القانونيين واتكلمت معاهم وانا بقرأ اللايحة عشان وانا طالع أتكلم هل أنا لو أنا مش مقتنع بالكلام اللي أنا بقوله ده مش هطلع أتكلمه لكن هو بالفعل موسم سقوط الأقنعة موسم التدليس والتزييف والتزوير لأنه أساسا الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم انعقدت في شهر يناير اللي فات الموضوع مش محتاج خبرة قانونية وعلى رغم من كده أنا رحت عدد كبير من القانونيين أقسم بالله فيهم الأهلاوي وفيهم الغير أهلاوي لكن ده قانون ما فيهوش انتماءات يعني أنا عرضت لحضراتكم كل النصوص من اللوايح واضحة وصريحة ليه فيه ناس مصممة تطلع وبتحاول تزييف الحقائق ليه ما تقول الحقيقة قول الحقيقة مجردة سيبك من أن أنت أهلاوي ولا غير أهلاوي أنا وأنا بكلم مع حضرتك دلوقتي كل كلمة أنا بقولها حضرتك تقدر تعمل عليها سرشي وتبص عليه تالت قناع النهاردة بيسقط من على الوجوه لو أننا كننا عارفين يعني لما تلاقي واحد عارفينه طبعا أنه مقدم برامج في رياضي في قناة محيدة وقناة عم حتى مش في قناة رياضية مقسم يومه الصبح على تويتر وبالليل في برنامجه للدفاع عن وجهة نظر نادي بعينه لا مش كفاية ترويج وإشعات وكذب وده قرار تاريخي كل واحد حر طبعا أصل النادي الفلاني رافض أنه يلعب السوبر لا كمان ترويج الإشعات وتزييف وحقائق كاذبة وتوجيه لمشاهدي هذه القناة المحترمة اللي هو فيه وجهة نظر واحدة فقط فكرة أن أنت تدافع أنا هنا أدافع النادي الأهلي وانتقد أنا آسف وانتقد أي حد آخر بأن دي قناة النادي الأهلي لكن حضرتك في قناة عامة فكرة أنك تدافع عن وجهة نظر واحدة في قناة محايدة هي دي اللي غريبة جدا طب وجهة النظر الأخرى فين لما تروح تقدم في قناة أخرى فقوية ابقى أعمل كده لكن مش في قناة وبرنامج من المفترض إن هي محايدة بالفعل هو موسم سقوط الأقنعة ترجمة نانسي قنقر